متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة واضح ان موقع كلينجي اي حيرجع لنا مفاجآت جديدة الفترة الاخيرة موقع هايلو اي اي ايضا موقع سيني لانتاج الفيديوهات بذكاء الاصطناعي كان بيدهشنا بتحديثات جتيرة موجودة على هذا الموقع وفعلا هم موقع مميز جدا لكن كلينجي اي اصبح دايما بيبهرنا بالجديد فيه واضح ان المنافسة بقيت شريثة وكبيرة اليوم حيدونا جديد وتطورات جديدة وفي الاخر احنا كإنديوزر حنستفيد اكيد من هذه التطورات على الرغم ان بعض الاحيان بتكون هذه التحديثات سريعة جدا بدرجة ان احنا مش بنلحق نجرب ونحكم بشكل كبير وكافي ولكن في الاخر اكيد الموضوع هيكون في صالح المستخدم كمان هيكون في منافسة في الاسعار الخاصة بالخطط الموجودة وايضا هيعود ده بالنفع على المستخدم في النهاية بشكل عام النهاردة هكلمكم عن تحديث رائع في كلينج اي وفي كذا تحديث بصراحة بس النهاردة في الفيديو ده هركز على تحديث مهم جدا موجود في الاي اي فيديوز وهو الاي اي فيديوز يلا بينا نروح ونشوف هذا التحديث الرائع من كلينج اي اي متحوش في اي حده يلا بينا ايه ما احنا شايفين كده دي فيديوهات اتعاملت بي الايلمانس وايه هو الايلمانس اللي انا جاي اتكلم عنه النهاردة هنروح لأي اي فيديو ايلمانس ونبتدي نشوف عملنا الفيديوهات دي ازاي بعض الناس هتفتكر انها اتعاملت عادي يعني انطلبت بأمر ما ان هو يعملي الفيديو ده ولكن تعال نشوف هنا الفن الموجود في عمل هذه الفيديوهات من خلال الموقع طبعا اللي انشأها اول حاجة هبتدي اروح اقف على امجيتو فيديو وحبتدي ان انا اختار الايلمانس وهنا حتبتدي ترفع مكونات الفيديو بتاعك يعني ايه مكونات الفيديو هنشوف مع بعض الوقت انا حبتدي ارفع upload an image وحبتدي ان انا ارفع الصورة انا عملت الفيديوهات مسبقا علشان ما تاخدش وقت معنا مثلا هحط الصورة بتاعة الاستاذة اللي ظهر معنا في الفيديو او الفيديو اللي هي قاعدة في تشرب كوفي وهنا حبتدي ارفع كمان صورة الصورة الخاصة بالbackground عايزاها تبقى قاعدة في المكتب والصور دي انا جبتها منين الصور دي انا عملاها مسبقا بقى بليوناردو اي اي وهنا ولو عايزين بالضبط النموذج اللي انا عملا به الصور دي فهي flux dip بالنسبة للصورة التالتة اللي هو الكوفي اللي انا عايزاه يبتدي ان هو والكوفي انا عملته نموذج تاني برضو يعني هو النموذج بتاع الشخص بديف هيطلع كويس جيد المهم ان انت هتونشق الصور دي وترفعها بالمنظر ده انا عايزة الشخصية دي الكاركتر قاعدة في المكتب ويتشرب كوفي فانت هنا بتحدد مكونات الفيديو بتاعك عايزه عامل ازاي وطبعا ما تنساش لازم تحط البرومت الامر هي بتعمل ايه فانا قلت مثلا the woman is drinking a coffee ممكن بقى انت تتزود وتقول and مثلا working on his laptop زي ما ظهر عندي في الفيديو وفيه بعض حاجة مهمة جدا لازم انبهك لها لانها مهمة بصراحة هنا لو الصورة فيها كذا عنصر وانت عايز تفكس على حاجة معينة يعني فيه صورة الصورة دي فيها حاجات كتيرة وانت عايز عنصر واحد فقط الحالة دي بتروح هنا هنا دي العلامة بتاعة الابلود الرفع وهنا الديليت لو عايز تدلت وترفع الصورة تانية وهنا العلامة دي لو دست عليها بالمنظر ده هيقول لك select the element for optimal results لنتائج يعني optimized وكويسة اختار عنصر واحد فانت بتبتدي لو فيه كذا عنصر وانا افترض انه فيه عناصر كتيرة فانت مثلا سيه هنا بتركز على العنصر اللي انت عايز فقط تنشئ بيه الفيديو بتاعك ده اول عنصر وتبتدي تدوز confirm نفس الموضوع بتبتدي تروح ليه الصورة التانية وتبتدي select لو فيه كذا عنصر تبتدي select فقط انت عايز ايه ممكن مثلا تكون عايز جزء معين او element معين موجود فيه الصورة بتاعتك فبتبتدي ان انت تختاره الحيطة دي مهمة جدا زي ما قلتلك عشان لو انت عندك صورة الصورة دي فيها عناصر كتيرة هتساعدك ان انت تختار element بتاعك وبتبتدي دوز confirm هنا انا عندي اولادي العنصر هو الشخصية فقط الموجودة في الاخر خالص بتحط زي ما قلتلك الامر وبتبتدي تعمل generate وما تنسيش في setting تختار standard mode او professional mode اعتقد ال professional mode بيكون موجود في ال upgrade او في عملية ال pay plan انا بصراحة بستخدم ال pay plan لان انا مش بعمله دعاية انا لقيت كده ايه ان اعايز ادرس اكتر الموقع به المميزات الجديدة بعد كده هتبتدي تختار من 16 مثلا لتسعة ايه اللي لاحظته في professional وال standard ان انا لما ال professional موت بيكون افضل واحسن بصراحة تاني حاجة كلما اختار ال duration طالما انت مش عايز سين طويل كلما تكون 5 second بيكون افضل من 2 second في عملية السبات ولكن ايضا 10 second ممتاز وكل حاجة بس انا بفضل ال 5 second باش لقي نتيجة بتاعته بتكون افضل واحسن وهنا بتعدي طبعا انت عايز كام فيديو لو انت عايز تختار او تقارن ما بين اكتر من فيديو وال aspect ratio بتاعتك هنا 16 مثلا لتسعة وهنا negative prompt لو انت عندك اي حاجة مش عايز تظهرها ببتدي تحطها وهنا حتستهلك 35 مثلا credits وهنا بستخدم 1.6 new وهنا حبتدي ان انا استنى برضو في الصفة حتى لو في البيت بلاينا عشان ينتج لي ولكن كلينجي اي اصبح سريع سواء في الخطة المجانية او المدفوع ويقع فعلا 10 دقايق وبعد كده بحصل على الفيديو بتاعي نيجي بقى الحاجة تانية برضو نجربها مع بعض ممكن ارجع تاني طبعا تقدر تعمل كزا حاجة في وقت واحد وابتدي اروح على وابتدي برضو هنا اوريك مثلا لو رفعت زي دي كمان ويه صورة هنا انا رفعت ثلاث صور ممكن اعمل بالثلاث صور دول قصة وحكاية مثلا في 10 ثوانية هنا حقول مثلا الشخص ده في الغابة هجم عليه فوكس طلع الاسد ينقزه فحاول انت تستفيد ايضا من انت تعمل ستوري صغيرة وحاول تستعين بشات جي بتي عشان يديك الوصف المزبوط يعني عشان يطلع السين كويس واخد بالك برضو من حاجة مهمة جدا انه بيقولك هنا بيسابورت فور ايميجز بس اربع صور انا شايف انهم كافين جدا لسين مدته 10 ثواني هنا بيقولك 10 ميجا بايت ماكسيمم فايل حجم 10 ميجا بايت و300 بيكسل دي مواصفات يعني بتاعت الصور حجمها وديمينشن بتاعها وفي الاخر خالص بتبتدي تعمل جينريز زي بعد ما بتوصف وتحط الامر وزي ما قلتلك بترجع هنا تبتدي تدوس لو في كذا عنصر موجود في الصورة بتبتدي ان انت تختار العنصر يعني ان افترض مثلا انت عندك كاس شخصين واقفين جنب بعض لا انت ابتدي حدد الشخص اللي انت عايزه يظهر بالمنظر ده كده وبعد كده بتبتدي تدوس confirm فهو هنا هيختار فقط الاليمينت ده ده بالنسبة لجزء المتعلق بالاليمينت طبعا زي ما انتم شفتوا كده الفيديوهات اللي احنا عمانناها عمانناها بالاليمينت واستعينوا بشاج بتيل الوصف لو انت عايز تعمل قصة وحكاية كده تقدر ان انت تعمل الموضوع دوت احنا يعني بنجرب وبنشوف النتيجة عملة ازاي بيكون عندنا بقول لك مش بعمل دعاية لكن انا من محبي بحب دايما ان ما بيكون في اي حاجة جديدة اطلع ان انا اتكلم عنها خصوصا هتفيد منشئ المحتوى بشكل عام ايا كان نوع المحتوى بتاعك اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقول لك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعينا لاعزائي متنساش اللايك وشير وكمينت لان ده بيدعمنا وفعلا بيحفزنا نقدم كل جديد دمتم وفرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته